في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف هناك جانب ينبغي الاتفاة إليه وهو دورنا في تربية أسرنا دور الوالدين الأب والأم في تربية الأسرة من الأولاد والبنات ينبغي أن نهتم بهذا الجانب هناك جوانب إيمانية جوانب اجتماعية جوانب ثقافية يمكن الاستفادة من الأوقات الكثيرة التي يقضيها الوالدين مع أولادهم في تنمية هذه الجوانب في شخصية أبنائهم جوانب إيمانية مثلا إقامة مصلة في البيت يجتمع فيها فراد الأسرة فيصلون جماعة ثم حبذا لو يكلف أحد الأبناء أو بالتناوب بين الأولاد بالذان والإقامة من المهم أيضا بعد الصلاوات كلمات موجزة تذكيرية مثلا عن قدرة الله عز وجل أن الخلق كلهم مسخر بقدرة الله عز وجل الكون كله تحت حكمة الله عز وجل كذلك هناك جوانب اجتماعية تهيئة المصلة مثلا القيام ببعض الأمور في المنزل ما يتعلق بالطبخ مثلا والغسل وغير ذلك من شؤون المنزل جوانب ثقافية أيضا تشجيع الأبناء والبنات على الاطلاع على الكتب الاطلاع على مثلا بعض المواقع المفيدة في تنمية ما يحبونه من موضوعات كذلك لا بأس أن تكون هناك جوانب ترفيهية من خلال مثلا مسابقات خفيفة بين الأولاد ما يتعلق بمثلا ألعاب أيضا منزلية ما يتعلق أيضا ربما بفوائد نلواتس بذلك تكون هذه الإجازة أو هذا الوقت الذي يكون فيه فراغ كبير للأسرة بجميع أفرادها يكون فيها الفائدة والثمر لهم بإذن الله سبحانه وتعالى